أهم مده في تقدم الشعوب في شعوب الآن هي ما محتاجة متقدمة جدا جدا وفي دول نامية نعم هنا وهناك ممكن يكون في فرق أي نعم وممكن يكون واحد في بعض الدول لكن تفتكر تقدم الشعوب النامية كيف ممكن يكون من خلال عمل التطبيق جميل الشعوب هو صراحة على حد سواء كل شعوب العالم هي محتاجة للعمل الطبيعي يعني الدولة اللي نحن نشوفها متغدمة في مصافة دول دول العالم الأول لما تدخل جواها وتتعرف عن المكونات الاجتماعية ستلقى عبارة عن منظمات وجمعيات تعاونية ومنظمات إنسانية وقضايا مرء وقضايا طفل يعني هي عبارة عن تجمعات اجتماعية تطوعية فيها موجود فيها لكن بتختلف قضاياهم بتلقى الدول النامية قضاياهم القفة الملاح والمأكل والملبس والمشرب وكسوة الشتاء والسيول والفيضانات قضايا ربما هناك عبروا فيها بالبنيات التحتية الثابتة والمستغرة لكن بقد قضاياهم أخرى معالجة الإدمان قضايا أخرتان بتجبه تجبه طبيعاتهم بتجبه صغافتهم بتجبه كده لكن العمل الطوعي موجود مثلا في منظمات ناشطة في معالجة الاكتئاب لدى الكلاب مثلا قضاياهم الملحة ليهم هم بعالجوها بالعمل الطوعي يعني عندك كلب بعاني من العزلة بعض الناس أول ما يشوفهم ده محتاج لعلاج فهم بودوه للمنظمة هذه عشان تصيروا في المجتمع أستاذ إبراهيم زي الموضوع شوفتوا كده بعيد شوية مش باقي